المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديلي الدائم للهام شنال الجسبة ان شاء الله ستكونوا بخير وعلى خير ستكونوا فرحانين ستكونوا ناشطين ستكونوا مور دلكم زينة وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات لغسلات الوفيات على القناة ديلي اكيد اكيد للهام شنال وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة مختصة بتبييد المناطق الحسسة فان شاء الله هدي اي سيدة متزوجة غادي دهاش ان شاء الله زوج ديالها بتبييد فوري للعانة وبين الفخدين في خمسة ديال دقائق والنتيجة مذهلة ومور ديال جميع السيدات والجميع النساء فانتمنتنا لإعجاب ديالكم وصفة اليوم وتستفدوا منها سواء بالقليل او لا بالكتير المهم هو الاستفادة اكيد قبل ما نتعرفو على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها استخداموا استعملوا كل هاتي لتاك فان بغين رحب بكل من كي زور هاد القناة بكل من كي شاهده سواء رجال نساء فمرحبا بالجميع ومرحبا بالكل بتنسوناش بالضغط على زي الاشتراك موجود اسفل الفيديو وايضا تفعيل الجرس تابعونا على مواقع ثواصل الاجتماعي جميع الراوط وصندوق الوصف وايضا تخليوا لنا الوصفة تزيلكم طبيعية يعني اي سيدة عندها اي وصفة طبيعية بخصوص تبييد بين الفخدين وتبييد منطقة العانة والمناطق الحساسة والابطين ايضا فاي وصفة مجربة ومضمونات فخليوها ليفلي كومنتا ان شاء الله انا شخصيا بدوري نشربها واكيد اللي عجبتني وعطتني نتائج مزيانة لاني غادي نجي نشاركة ولا نجي نبغ تاجيها معكم هنا في القناة لتاعم الفائدة للجميع اكيد وانطول شارككم اكثر من هذا وانشي باش نتعرفوه على مكونات الوصفة طريقة تحضيرها استخدامها واستعملها ايضا فاول مكوين غا نحتاجه له في هاد الوصفة غادي نحتاجه الى الخميرة ديال الحلوة بالنسبة لهاد الخميرة هادي رائعة جدا كتبييد وايضا كتساعدنا حتى على نفخ المنطقة ايضا فا غادي نحتاجه الخميرة الكيماوية اكيد المعروفة انا اخدت هاد النوعية بدون ذيك الاسميه هناك عدة نوعيات ممكن تاخدوا نوعية اللي كتكون بالله الاحمار الناس اللي خارجين يعني خارج المغرب في دولة اخرى فا ممكن تاخدوا اي خميرة كيماوية اللي توفرت عندكم على حسب الدولة اللي انتم ما كنين فيها بالنسبة لهاد الخميرة عندي في كل ساشي فيه 7 جرام وانا ان شاء الله غاستخدم غير ساشي واحد ما غاستخدمش جوج دياللي ساشي بالنسبة لتاني مكوين غا نحتاجه له في هاد الوصفة هو الحليب نيذ غبرة فا غادي نحتاجه الحليب البودرة او الحليب المجفف وغادي نحتاجه الثالث مكوين معنا في هاد الاغوستات اللي هو النشاء او ما يسمى بالدرة او المايزينة وغادي نحتاجه الى رابع مكوين واللي هو الكركم او لا الخرقم البلدي فغادي نحتاجه في هاد الوصفة لانه مبيض رائع جدا واخر شي غادي نحتاجه باش نخلطو هاد الوصفة هادي هو زيت اي زيت ممكن يعني تخدوه سواء زيت الورد اي زيت توفر عندكم زيت زيتون انا ان شاء الله غادي نخدم بليكم زيت الحمض وزيت الخزامة لانه هاد جوج ديال الزيت في محضة رائحة مع الثرة او من السماو ايضا كيساعدونا حتى على تبيض المنطقة الحساسة فغادي نحتاجه زيت الحمض وزيت الخزامة يعني جوج ديال الزيت مالي غادي نحتاجه في هاد الوصفة هادي دابا غادي ندوزول طريقة تحدي الوصفة بعد ما تعرفنا على مكونات ديالها اكيد فبسم الله على بركتي الله ومن بعد غادي ناخد الحليب بودرة من بعد غادي نضيف الكوركم ومن بعد غادي نضيف الناشا او ما يسمى بالدورة او المايزينة اشتركوا في القناة من بعد غادي ناخد زيت ديال الخزامة والزيت ديال حامض ونحاولو نخلطو الكل يم atrav lazy انا يعني زيت ديال الخزامة او ايدا زيت ديال الورط يعني انتهت الكمية ديالو فما بقية اش نضيف زيت الحامض وأيضاً الزيت الخزامة و تقادوا لي فما بقوا ش عندي منهم فضروري ما نضيف زيت آخر لأنه الوصفة بقى كما لحطوا يعني عقدة فضروري ما نخلطوها أولاً فأنا غدي نزيد هنا نضيف زيت الورد إلا توفر عندكم فأكيد ممكن نضيفه حتى زيت رابع على حسب ما توفر عندكم في البيت نضيف كمية قليلة من البودرة الحليب المجفف أو الحليب نيض الغبراء نضيف كمية قليلة من البودرة الحليب المجفف نضيف جداً و الوصفة الآن لدي جاهزة للاستخدام أو لا للاستعمال مال فكننخذ القليل من الوصفة وكنتبقوه على اي منطقة بغن نضيضها سواء بين الفخدين يعني المنطقة العنى ومنطقة الابطين مناطق الحسسة بصفة عام تمتبقو عليهم الوصفة بهالطريقة هذي كما هو موضح مباشرة في الفيديو امامكم فغادي نخلي الوصفة حتى كتجف تماما عاد من بعد كنوصل للمنطقة الناس اللي غتسووني في التعليق باش ممكن نرتبوها بعد ما نزولو هذي الوصفة فأكيد ممكن ترطيب ديرها وخحنا يعني عاملين ترطيب هذي الوصفة الناس اللي غتسووني ايضا على الاسفرار دي الكوركم واش كي يبقى فممكن انه يبقى ولكن باش تخلصوا منو ولا تزولو فمعليكم الا تاخدوا قطعة قطمة تبللوها بزيت الورد ولا بلمات الورد والتابة والكل وان شاء الله اكيد كي مشي دك الاسفرار بعد ما كتمر خمستاشر دقيقة يعني عالي الاكتر اما هو را كي مشي في ثلاثة دقيق الاولى او خمسة دقيق فقط الاسفرار يعني امر طبيعي سواء كان في المناطق الحسسة او مناطق الجسم بصفة عامة اللي استخدمنا الكوركم وبقادك الاسفرار را امر طبيعي لانو زف السيدات كي يسولوني في التعاليق فما تخافوش منو بنسبة الكوركم كي يبقى الاسفرار ديالو حتى في الاسنان يعني منيك نستخدموه في الوصفات ديال تبييض الاسنان كي يبقى عدنا بعض اللي اتخاص ديال الكوركم فهدا شي يعني طبيعي جيد جدا معلينا اننا انتظروا واحد خمسة دقيق الى ما زوناش فاكيد نلجئوه لزيت الورد ولا المات الورد فكي حيدوه يعني افكاس وكي حيدوه يعني في ساعة فنتمنى انو فيديو اليوم او وصفة اليوم نالت الاعجاب ديالكم استفتو منها سواء بالقليل او ولا بالكتير ما تنزوش فاقتا جيو هاد الوصفة هادي ولا هاد الفيديو هادا في مواقع توصل الاجتماعي شخصي ديالكم او لفليغو فيسبوك ايضا في الواتساب مع صديقات ديالكم اللي كيهمهم الامر وكيبغيوا الوصفات الطبيعية بشتى اشكالها وانواعها بالنسبة لهاد الوصفة نسلها تسوني بالتعليق فاكيد ممكن تستخدموها بشكل يومي خصوصا المقبلات على الزواج او تبغي وتبانو فابهو احسن حل فاكيد ممكن استخدامها يوميا قبل الليل او قبل نوم عفوا يعني قبل ما تمشي وتنعسو فغتستخدموها يوميا سواء المدة تلتيام اسبوع اسبوعين شهر شهرين فاكيد نتيجة ان شاء الله غتبان منذ اول استخدام اولا بليتو غيب الفرق ولكن اكيد يجيب التكرار والمدومة على اي وصفة طبيعية نتمنى وصفة اليوم لات الاعجاب ديلكم ما تنسو نشبه اللي بيك لايك اشترك في القناة وضغطه على زي الجرس ونشكركم على حزن تتابعكم لهذا الفيديو نشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة